بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أخوات الطلبة طلبة الصف الثالث الثانوي أهلا وسهلا بكم معكم الأستاذ عمر السعيد في حصة جديدة من حصص محمد علي الحصة الختمية الحصة الحاسمة اللي من خلالها مستنيين المشهد اللي بقالنا فترة كبيرة عايزين نوصله والسؤال اللي بيقول هل محمد علي سيتمكن من الانفصال عن الدولة العثمانية وإعلان حكم المستقل وإمبراطوريته المتمثلة في الأسرة العلوية ولا هيفشل في ذلك محتاجين النهاردة في حصتنا كل تركيزك يبقى حاضر دماغك تبقى فيئة لأن من خلال حصة النهاردة هيبقى مصب بكل الحصص السابقة في محمد علي موجود فيها ومحتاجين وإحنا بنتكلم عنها وبعد ما نخلصها نبدأ نجمع محمد علي كله كده في شكل مخطط مع بعض نعرف محمد علي من البداية للنهاية حصل مع ايه النهاردة بنبدأ عنوان حصتنا بالجزء اللي موجود قدام عينيك وهو وهو نتائج توسعات محمد علي وتدخل الدول الأوروبية محتاجين نفتكر سوا محمد علي بعد الحروب الأربعة اللي خدها اتنين بأمر السلطان واتنين بإرادته نتائج حروبه ظهر مكانها ايه ظهر الخريطة اللي قدامك دي اللي بتقول الدولة المصرية في عهد محمد علي ولو انا دقيق اكتر هيبقى الدولة المصرية بعد اتفاقية كتاهية محمد علي رسميا بقى صاحب امبراطورية لا يمكن الاستهانة بها مركزها الادارة المركزية في القاهرة في مصر والجزيرة والسودان وبلاد الشام وجزيرة كريت عايزين نعرف السلطان العثماني هيبدأ يتصرف هو والأوروبيين مع محمد علي ازاي اخر حاجة اتكلمنا عليها ان السلطان العثماني كان نجح ان هو يحجم توسعات محمد علي اللي كان عملها في حرب الشام ووقف محمد علي من خلال صلح كتاهية الذي عقد مع محمد علي على شكل خدعة لان في نفس التوقيت السلطان رح عمل معاهدة مع روسيا وهي المعاهدة المسمى بالاتفاق السري زي ما احنا شفنا مع بعض هنا هو اللي السلطان العثماني بيطلب في هذه المعاهدة العون من روسيا لناجل اخراج محمد علي من سوريا تعال نشوف بقى الدول الاوروبية وعلى رأسها انجلترا هيعمله ايه مع محمد علي محمد علي بعد صلح كتاهية اول مرة سنة 1837 صارح محمد علي القناصر الاوروبيين السفرة الاوروبيين ان هو سيستقل هيستقل عن الدولة العثمانية هينفصل ولكنهم حذروا محمد علي رفضوا طلب محمد علي وهددوه السؤال اللي هنا مزدوج محمد علي عايز ياخد موافقة الدول الاوروبية على الانفصال ليه والدول الاوروبية بعد ما عشمته رفض الطلب محمد علي ليه ده مش رفضته بس ده هددته ان هو لو استقل عن السلطان هيبدأوا ياخدوا اجراءات معادية ليه محمد علي طالب موافقة الدول الاوروبية على استقلاله بقى حسن عن الشرعية الدولية ان المجتمع الدولي يعترف بمحمد علي حلو؟ تمام الدول الاوروبية رفض الطلب محمد علي وحنا عارفين ليه عشان يحفظوا زي ما قلنا على التوازن القوى الدولي عشان كده رفضوا استقلال محمد علي اربع سنين محمد علي عايز يستقل ومش عارف بسبب موقف الدول الاوروبية لحد ما في سنة 38 سنة حاسمة في علاقة محمد علي بالاوروبيين وبالسلطان ايه اللي حصل؟ محمد علي جدد يعني دي المرة التانية هو عزمه بالاستقلال يعني محمد علي هيستقل خلاص ده دليل على عزمه لي ان محمد علي مصر على الاستقلال بسبب مؤامرات وتحريض السلطان ضد محمد علي في الشام لكن الدول الاوروبية برضو رفضت طلب محمد علي لا ما انتش هتستقل الله طب وبعدين في نفس السنة اللي محمد علي قال انا هستقل حتى لو انتم رفضين بدأت انجلترا تحركتها في تحريض السلطان على اكبار محمد علي لتطبيق مشروط معاهدة تسمى معاهدة بلتاليمان عندنا لها تفاصيل كتير اللاحقا هنحتاج نتكلم عليه هذه المعاهدة معاهدة بلتاليمان التي تعتبر أيوة معاهدة بلتاليمان التي تعتبر معاهدة تجارية هدفها زي ما هنعرف هو الغاء احتقار محمد علي يعني هتبدأ انجلترا والدول الاوروبية الاول والاساس يبحثوا عن مصالحهم الاقتصادية هذه المعاهدة بتاعة بلتاليمان ستوافق عليها فرنسا اللي اعتبر الى حد غير مباشر حليفة لمحمد علي وده يثبت ان فرنسا ملهاش الا مصلحتها وده هيباني النهاردة جدا يبقى وحنا بنتكلم النهاردة هوا بنرجع للكلام كده هوا محمد علي الف تمنمية تلاتة وتلاتين كان عمل صلح كتاهية اللي من خلاله محمد علي حقق مكاسب سياسية بالقوم اهمها ان محمد علي كون الربطة العربية واعلنها الف تمنمية اربعة وثلاتين محمد علي اول مرة قال للاوروبيين ان هو سيستقل لكن الاوروبيين رفض طلب محمد علي سنة الف تمنمية تلاتة وتلاتين الف تمنمية تمانية وتلاتين محمد علي للمرة التانية كرر الاستقلال حتى لو رفض الاوروبيين محمد علي قرر الاستقلال حتى لو رفض الاوروبيين لكن برضو الاوروبيين رفضوا طلب محمد علي وبدأت انجلترا تحرد ضد محمد علي اخذ بالك من حتة اللي جاية دي بقى لتحقيق اهدافها الاقتصادية اللي هي ايه اهدافها الاقتصادية الغاء احتقار محمد علي اللي كان بيدر مصطحة انجلترا طيب دعا نرجع لكلامنا كده تاني محمد علي سنة تمانية وتلاتين لما قرر يستقل للمرة التانية ورفض الطلب بتاعه كان هيحصل في السنة اللي بعدها تسعة وتلاتين صلح بين محمد علي والسلطان لكن الصلح فشل بسبب موقف انجلترا المحرد عالكتال طيب هي انجلترا ليه بتحرد عالكتال لكي تحقق مصالح الاقتصادية اللي هو ايه معاهدة بلتاليمان من مصلحيتها ان محمد علي والسلطان يفضل في واقعة يعني الاتنين بينهم مشاكل لان طول ما في بينهم مشاكل هتعرف انجلترا تفرض على محمد علي الشروط معاهدة بلتاليمان لكن لو السلطان ومحمد علي تصلحه معاهدة بلتاليمان مش هتتنفذ ومن هنا انجلترا مصالحها لاتصاديات الضر عشان كده الصلح اللي كان هيحصل بين محمد علي والسلطان انجلترا تدخلت بأسلوب تحريضي ووقعت ما بين الطرفين وحصل الاشتباك التاني بين محمد علي والسلطان في اراضي الشام بالتحديد شمال سوريا في معرقة سميت في التاريخ بمعركة نزيب او معركة نصبين اللي حصل امستر في نفس السنة حدثت معركة نزيب او نصبين اللي انا بحب اسميها حرب الشام التانية شمال مدينة حلب وفي هذه المعركة انتصرت القوات المصرية على القوات العثمانية وهزمتها هزيمة صاحقة من السبب اللي محمد علي ينتصر في سوريا بهذه السهولة تخازل روسيا عن تطبيق اتفاقها السلطاني المسمى بالاتفاق السري نعنى رجع للخريطة كده اهي معركة نزيب شمال حلب المفروض ان دي كلها دي كلها منطقة سوريا اللي طبقا للاتفاق السري باقت روسيا هي المسؤولة عن الدفاع عنها محمد علي بوصوله الى منطقة نزيب الحيوية اللي موجودة في شمال سوريا كان المفروض اللي يدافع عن المدينة هي القوات الروسية وليس القوات العثمانية طبقا للاتفاق السري اللي السلطان عملوا مع روسيا لكن هنا روسيا تخازلت في معاهدتها مع السلطان وتخلت عنه وتركت السلطان فريسة لمحمد علي في معركة نزيب فمن هنا كانت النتيجة اللي احنا قرناها دي انتصرت القوات المصرية على القوات العثمانية وهزمتها هزيمة صاحقة وقام مقائد الاسطول العثماني كارسة بقى جايهو بتسليم اسطوله لمحمد علي بدون قتال فزادت قوة محمد علي البرية والبحرية خلاص محمد علي كده على ارض الواقع بقى امبراطور بقوة عسكرية هائلة في البر وفي البحر وهذا تطلب تدخل الدول الاوروبية بشكل مباشر ضد محمد علي اصارت انتصارات محمد علي خوف الدول الاوروبية الكبرى طبعا هنا الخوف يقصد على التوازن الدولي اللي عمرهم هيسمحوا بتفوق مصر فدخلت الدول الاوروبية فنفاوضات مع السلطان وفرضت عليه معهدة لندن لاسقاط محمد علي ايه بقى قصة معهدة لندن او كارثة لندن انا دايما احب اسمي تسوية لندن عبارة عن كارثة من خلالها التقط مصالح السلطان السياسية مع مصالح الاوروبيين الاقتصادية عايزكو تفسروا ليكي الجملة دي التقط مصالح السلطان السياسية مع مصالح الاوروبيين الاقتصادية في معهدة لندن مصالح السلطان سياسي هو التخلص من محمد علي ومصالح الاوروبيين الاقتصادي هو تطبيق معهدة بلطاليمان اللي كانت مسؤولة عن اسقاط احتقار محمد علي ولما المعهدة صدرت لم تنفذ ان محمد علي رفضها فستظل المعهدة معلقة حتى يجبر محمد علي على تنفذها طب نسترح كده اللي حصل المعهدة بتاعت لندن ظهرت بعد ما انتصارات محمد علي في طبعا حرب الشام التانية موقعة نزيب اصارت وارعبت الدول الاوروبية اللي عايزين يحافظوا على توازن القوى في المنطقة هذه المعهدة عقدها السلطان مع الدول الاوروبية الكبرى طرف التاني اللي هم انجلترا فرنسا المانيا الكاسمها بروسيا في الزمن ده النمسا روسيا يبقى دايما منقولوا الطرفين دول السلطان مع الدول الاوروبية بنود معهدة لندن كارثية على محمد علي ازاي البند الاول يعطى لمحمد علي وخلفائه حكم مصر ورصيا مع اخلاء جزيرة كريت وادنة والحجاز واعادة الاسطول العثماني ايه ده يعني يا مستر انت بتقوله ده يعني تنكمش امبراطورية محمد علي او زي ما هنقول مع بعض تحت هنا هو تحرم مصر من انتصاراتها الخارجية اهو محمد علي هو وخلفائه هنا بقى يبدأ بقى يظهر مصطلح الاسرة العلوية ياخد حكم مصر بالوراثة طبعا هنا حكم مصر هيقصد بيه مصر والسودان وفلسطين حتى عكا ده حكم مصر مع اخلاء جزيرة كريت بلاد الشام الجزيرة العربية ويرجع الاسطول العثماني اللي خده بعد معركة نزيل طبعا البند ده لصالح السلطان بشدة اتنين محمد علي يدفع جزية اتاوى سنوية للسلطان لاعادة لإعادة ربط مصر بالدولة العثمانية وده وده برضو في صالح السلطان يطبق محمد علي كافة معاهدات الدولة العثمانية مع اوروبا خاصة نستنيينك معاهدة بلطة الامام اللي بسببها سيسقط الاحتقار زي ما هنشوف ان شاء الله في الجزء اللي جاي من هنا البند ده رقم 3 لصالح الاوروبيين تماما اللي اخضعه فيه محمد علي واللي اخضعه فيه الدولة العثمانية من خلال ده هنا هوا معاهدات سياسية قوات محمد علي البرية والبحرية في خدمة السلطان بند عسكري يبقى بصر بينهوت كده واحد محمد علي انت وعيالك هتحكمه مصر بالوراثة هنا بقى بيعلنه نظام الادارة الجديد لمصر مصر فلسطين السودان بتاعتك انت وعيالك وترجع للسلطان جزيرة كريت الشام حتى قدنة الجزيرة العربية حتى الحجاز وترجع القسطول العثماني اللي انت اخدته في معركة نزيل كل سنة تدفع للسلطان جزية عشان يحجمه قدرات مصر المالية تطبق كل معاهدات السلطان اللي مع اوروبا واولهم بلطة اليمان قواتك البرية والبحرية في خدمة السلطان اللي مستهد طب هو محمد علي مجبر الشروط دي يوفق عليها قدامك يا محمد علي عشر تيام ما نفستش المعاهدة من استرخص الاصدارها ستحرم من ولاية عكة فلسطين بعد العشر تيام ما يعدوا الاولانيين معاك عشر تيام تانيين اصرت على الرفض هناخد منك ولاية مصر وهنستخدم ضدك القوة لتنفيذ المعاهدة عليك بالقوة لخدمة السلطان بص بقى البند الخامس والستدس التحديد بقى اللي حصل اهو نندل فهم التحديد لو ما قابلتش خلال عشر تيام تتحرم من ولاية عكة فلسطين واذا استمر رفضك عشر تيام كمان تتحرم من ولاية مصر هعمللك اوفر مدته عشرين يوم عشرة فعشرة ولو استمرت في الرفض يستخدم ضدك القوة لحماية السلطان طبعا هنا تهديد عسكري واضح طبعا البنود اللي انتو شايفينها معايا بنود كارثية يضيع كل اللي محمد علي بيبنيه بقاله خمسة وتلاتين سنة من ساعة ما مسك حكم مصر الطبيعي ان محمد علي في ظل هذه التهديدات يرضخ ويقبل ولكنه قرر محمد علي الرفض ليس من باب العند والاسرار ولكن من باب بالبلد كده العشم في فرنسا عشم في فرنسا ليه اللي حصل يا مستر كده حكينا اللي حصل فرنسا لما اتعملت معاهدة لندن في البداية كانت مستبعدة من قبل انجلترا في توقيع هذه المعاهدة لان بينهم تنافس لما احنا عارفين من الفصل الاول فحاولت انجلترا ان نتهمش دور فرنسا وما تشركهاش في المعاهدة فغضبت فرنسا لانها حست بالاهانة ان المعاهدة تتعامل من وراها وهي دولة كبرى فبدأت فرنسا تحرض محمد علي على رفض معاهدة لندن وان هي هتقف معه وتساعده ومحمد علي فضل عدة ايام رافضا تنفيذ معاهدة لندن ولكن في النهاية كالعادة الاستعمار لا يبحث الا عن مصالحه تخلت فرنسا عن محمد علي بعدما اقنعتها انجلترا بتوقيع معاهدة لندن واصبح محمد علي وحيدا في ميدان القتال يعني هنا موقف فرنسا متناقد من محمد علي ده موقف فرنسا يبقى وقعت الدول الاوروبية فيما عدا فرنسا هذه المعاهدة حيث تم الاتفاق من وراء ظهرها وده سبب شعورها بالاهانة لان بينها وبين انجلترا تنافس فبدأت فرنسا في تحريد محمد علي على ان يرفض الا انها سرعان ما تركته وحده في ميدان القتال محمد علي كان بيرفض المعاهدة في البداية لانه كان فاكر ان فرنسا هتساعده ولكن في النهاية اضطر محمد علي لقبول كرسة لندن ليه عم اضطر لقبولها ما احنا عرفنا اهو تخلت فرنسا عنه تحالف الاوروبيين ضده صورة اهالي سوريا ضد محمد علي لانهم كرهو بسبب التجنيد الاجباري يعني محمد علي واجه ثورة داخل حدود امبراطوريته بموافقة محمد علي على معاهدة بلتاليمان انا اسف على معاهدة لندن ظهرت الكوارس اللي احنا مستنينها واحد رسميا حرمت مصر من انتصاراتها الخارجية يعني انهارت انهارت الوحدة العربية وانكمشت مساحة امبراطورية مصر جعلت لمصر شخصية دولية بعد ان كانت مجرد ولاية وده المكسب المعنوي الوحيد اللي احنا خدناه طبعا هنا اصبح لمصر شخصية دولية دي تاني مرة لان اول مرة كانت في حرب اليونان من هنا عرفنا ازاي محمد علي دولته انهارت من خلال تحالف الاوروبيين والتدخل الاجنبي ضد محمد علي واجباره على فرض عليه ما يسمى بمعاهدة لندن 1840 السلطان كرر انه واصل استفراده بمحمد علي ويغضي عليه تماما فالسلطان اتبع معاهدة لندن بفرامانين تحطهم لي في حباب عينيك اسمهم فراماني فبراير ويونيو والذي سيربط مصر بعدة قيود هما واحد وراجب على بنود الفرامانات دي ان يتلقى حكام مصر من ابناء محمد علي فرامان الولاية للسلطان ده طبعا عشان يخدع مصر سياسيا السلطان هو اللي يختار مين من او خلفاء محمد علي يمسك مصر مصر تلتزم بتنفيذ كافة الاتفاقيات التي يبرمها السلطان مع الدول المختلفة برضو خضوع سياسي ومحاولة اخفال شخصية مصر الدولية تضرب النقود باسم السلطان فقدان الاستقلال المالي خلاص تجبى الدرايب باسم السلطان يرسل ربع اراد مصر للسلطان خضوع اقتصادي لا يزيد عدد الجيش عن 18000 ولا تبنى سفينة حربية الا بازن السلطان خضوع عسكري عشان كده قلنا معاهدة لندن كرسى سياسية واقتصادية وعسكرية لمصر ونتيجة لهذا الفرامان تأخر استقلال مصر نهائيا عن السلطانة لحد ما سيتولى اسماعيل حكم مصر زي ما احنا بنقول من هنا جماعة كده عرفنا النهاية المأساوية اللي حصلت لمحمد علي معنا من خلال معاهدة لندن 1840 بشروطها القصية وتخلي فرنسا عن محمد علي واللي في النهاية اضطر محمد علي ان يوافق عليها وبنختم كلامنا بالمخطط اللي احنا اتفقنا يجمع علينا محمد علي وعنوانه محمد علي من الوصول محمد علي من الوصول للنهاية وصل للحكم 1805 بعد كذب ثقة الشعب المصري انفرض بالحكم سنة 1811 بعد مسبحة الالعة وتخلصه من جميع المنافسين بنى دولته العصرية الحديثة وكون امبراطورية لكنه اخفق في اخر مرحلة وهي الانفصال عن السلطان بسبب تحالف السلطان والاوروبيين ضده لتعود مصر للسلطان والاطراق ولكن في ظل الاسرة العلوية وكده يبقى احنا عرفنا مع بعض قصة محمد علي الكاملة من اول ما ايجا لحد ما انتهى وبنبدأ ان شاء الله في المرحلة اللاحقة نتكلم عن خلفاء محمد علي واصر تطبيق معاهدة لندن وبلطة اليمان وفرامانية 41 على مصر انشرفت في حضراتكم واشوفكم ان شاء الله في الموضوع اللي جاي كان معكم الاستاذ عمد السعيد اشتركوا في القناة